الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الأهل والآباء جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجز الله خيرا الإخوة الدعاة ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ودي أخواننا الدعوة حقا الرسل والأنبياء ما دائرين من الناس قرش ولا تعريفة وإنما دائرين للناس الخير وإلا لو كان الناس دائرين الدنيا ودائرين يأكلوا قروش الناس ما حاجة سمحة ولا أفداء للمشاكل أسه قبل شيء يا أخواننا بتكلم بالآيات فواحد يستحضر لو نحن يا أخواننا دائرين بالناس سوء ما حاجة سهلة جدا تأتي تقول لهم يا أخواننا طبعا أنا نمتة وجانفك فلان في النوم وتمشي تكتب ليك ورقات وطبعا زمان الفكية والدجالين الهاسي قاعدين يبيعوا في الشغل ده زمان بيتعبوا اكتب له عشر حجبات بيده لكن هاسي الشغلة مشت ليه قدام بيكتب حجاب واحد وبمشي المكان حقة التصوير في الجامعة هناك بيجيبين خمسمية في دقيقة بس بس بيطبقين ودي العقد ذاتها وبيجي ببيعها للناس سألة جدا ممكن ان احنا نجي في السوق هنا ونغش خلق كتار ونلقط قروشهم ونفوت لكن ربنا عز وجل بعذبنا على أكل أموال الناس بالباطل فالناس يا أخواننا تفهم الدعاة ديل ما جايين عشان يأكلوا قروش زول ولا دارين من الناس سياسة ولا دارين انتخابات ولا عندنا جماعة عشان تمشي تسجل معانا ولا نحنا نصر صنة ولا أخوان مسلمين ولا صوفية ولا غيره نحنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أي مسلم بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ده أخونا التق ولو ما بنعرف أمه وأبه احنا دي دعوتنا يا أخواننا نحنا بندعو ان الناس كلهم يجتمع حول الدين والإسلام كويس ويمسك في ربنا عز وجل ونا دار يعني اذكر ويلخص كلام الاخوة جزاهم الله خيرا في موضوعين دائر تنجو أمام الله يوم القيامة دائر تنجو في حاجتين تعملين إذا عملتين انت تاني ما عندك مشكلة الأولى توحيد الله وده يتكلم عنه الأخوان وبنذكر فيه كلام إن شاء الله إن ربنا وفق والأمر التاني تتابع الراجل واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فيه كثير من الناس يقول لك شايف الجماعة ديل بكره الرسول يا زول البكره الرسول كافر ما تكذب علينا يا أخي نحن لو ما بنحب النبي عليه الصلاة والسلام ما بنجي ندعو الناس لأنه ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما لي نفسي ولا لي جيبي ولا تسيل من الناس قروش أدعو إلى الله ولا حزب ولا جماعة إنما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير بالعلم بالآيات والأحاديث مش أبو يا الشيخ نام أبوك إن شاء الله ما يقوم ذاته رفته أبو يا الشيخ نام وما نام آيات وحاديث كتاب وصنة بفهم الصحابة رضي الله عنه دي الدعوة دارينا للناس دا الخير قل بنجيك أمام الله يوم القيامة وإن كان كلامنا دا حار أحرى من النار لكن المسألة السوداني قال لك أسمع كلام الببكيك ما تسمع كلام البضحيكك وبدك آيات في واحدين هنا في الدنيا قل لك أيها نحن السادة تجانية وخليك معنا يوم القيامة ربنا قال أنا خليني نحن ديلك عبين تب أجدعنا في البحر أمسك القرآن ده شوف قال لك شنو عشان تبقى زول وعي تبقى زول نجيط فاهم ما يزول عبك لأنه نفسك دي واحدة رقيبتك دي واحدة لو اتورطت رجع ما فا كويس فحاجتين الشي الأول قلبك ده يكون معلك بأله ما ببشر قاعد في الوطن نمر اثنين تتبع راجل واحد وهو الرسول أفضل البشر صلى الله عليه وسلم دا الموضوع عقيدتك تكون في الله ما تكون في زول أول حاجة تعرفة ما في مخلوق بإعلم الغيب نمسك الغران شوف الغران ده وراء كيف ما خلى لك حاجة شأن بعدين واحد يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل تاني ما في حجة بعد القرآن رفت أقوى الحجة كلام الله سبحانه وتعالى فربنا عز وجل قال ليه ما في أحد بيعلم الغيب آدم عليه السلام ما بيعلم الغيب لأنه إبليس قال ليه هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبلغ لأن يا أخوانا هس الليلة لو سألت أي ذول حتى لو بيقى عنده سبعمية مرح قلت ليه انت بتتمنى شنو في الدنيا قل لك والله نحنا كبرنا وبعد داك أنا بهايمي ومالدة الجماعة المتمنيني أموت بتين عشان يورسوني مش يقول شه المحاكم شوف الحاصل شنو صح ولا ما صح ده أي ذول بيحبه عشان كده إبليس قال لي آدم قال له كلام بيعجبه قال هل أدلك وبيعجب أي بشر بطبيعته قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبلغ ربنا قال فأكلا منها لأنه لو آدم عليه السلام كان بيعلم الغيب كان عرف إن إبليس كالضاب وداير يأكل الشجرة البي سبب ربنا حيمرق من الجنة فآدم عليه السلام ما بيعلم الغيب الملائكة ما بتعلم الغيب ربنا قال ما تفتح المصحف ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء الأشياء دي بقر ودي أريط ودسم وديواط ودي مويا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أخواننا آدم عليه السلام أبونا الشت ما بيعلم الغيب والملائكة ما بتعلم الغيب يجينا واحد بالتاري ما قطع هنا هنا دا معانا زينا رم زينا كدي في الدنيا دي يقول بيعلم الغيب اعلم الغيب ربنا قال لي في صورة الماء دا قرآن بس عندك حجة أقوى من القرآن جيب لنا قل كلام الله دا ما نافع عشان إحنا زاته تاني ما نجي نتكلم لي فيمتة خليك ذات صريح لكن ما تقول وهابية ما في وهابية ولا تابعين لي محمد بن عبدالوهاب والشيوعين بيقولوا والله نحن مع الطيور نحن بنقول لك والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمتة فهنا ربنا قال في صورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يجمع الله الرسل ربنا بيجمع الرسل كلهم يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالوا لي يا الله ما عارفين ما علمين أنت علام الغيوب كل الرسل ربنا يوم القيامة لما يسألهم يقولوا ربنا هو علام الغيوب يجينا زول الليلة الرسل ما بيعلم الغيب يقول هو بيعلم الغيب وبجيب ليك الرائحة ويكتب ليك ويسوي لسه أديك زيادة سليمان عليه السلام لما تفقد الطير لأنه سليمان كان بيتكلم مع البهايم كان بيتكلم مع أي حاج ربنا سبحانه وتعالى قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد الهدهد غايب سليمان قال الهدهد الليلة وين يا إجيني بعزر ولا أضبح ولا أعذبه قال بعد شوية ما زمان كثير فما كث غير بعيد كلام ما كثير الوقت ما طول الهدهد جاء قال جئتك من سبئن قال أحط بما لم تحط به الهدهد الطير دي قالت ليه سليمان قالت ليه أنا عندي خبر انت ذاتك ما عندك ما بعلم الغيب سليمان نبي ما قال لا أيوام سكوليطي رضي أضبح لا 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 ده نبي من الأنبي يا ربنا كرم كويس قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين برضو سليمان عليه السلام ودي بتوريك إن الجن ما بعلم الغيب لأنه في ناس بيقول لك والله أنا عارف باتاردك الضاب ومجرم ومستهبل وبيأكل أموال الناس لكن هم بتعاملوا مع الجن يمكن يجيب ليه شغلت دي الجن ما بيعلم الغيب ارتاح والله ريحك تب بالغران لو الغران بتغتنع بيه بريحك تب أصلا ما بتحتاج لي حاجتان ربنا عز وجل قال لما سليمان عليه السلام أمر الجن إنه يبن ليه ويعمل ليه يعني مباني عظيمة ويقطع الجبال ويسوه سليمان عليه السلام بيقى حارسهم ومتكف عصايتهم والجن شغالين بعد شي سليمان عليه السلام ربنا قبض روحه مات عليه السلام والجن شايفين سليمان متكف العصاية قايلينه حي خايفين وربنا سخر الجن ليه سليمان ما سليمان كان بمشي يتقرب للجن يطبح له ديك ولا بهيما يشيل الدم النجس ده النجس الدم المسفوح النجس يقوم يكتب به القرآن زي ما بيعملهم بالتار أو يشيل المصحف يرميه في الحمام أو يكتب القرآن بيدم الحيط ده ما يهوشوه الحق ومن تقاله كيف سليمان عليه السلام ربنا سخر ليه والجن الجن إذا ما أطاعه ربنا بعذبهم ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب شنو من عذاب أليم ديلا الجن فسليمان قاعد ومتكف العصاية والجن شغالين 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 ما عرف إنه ميت العلم قالوا مات ليه سنة في أحد الأقوال سنة كاملة ميت متكي لغاية ما جات الأرض أكلت العصاية أكلته بعد ذاك العصاية انكسرت فخر ربنا حكاه في القرآن ربنا عز وجل قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرأ فلما خرأ تبينت الجن في البخاري عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة قالت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب كذاب إنت يا تصدق كلام أمك وأمه وأمنا كلنا عايشة رضي الله عنها أو تصدق كلام بتاره والله ما عندك أي حل قالت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أنه رأى ربه فقد كذب ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة يعني الرسول حاجات ما وره وده فيه ورد على الجماعة اللي بيقول لك فعل مالباطن فعل مباطن أي الرسول بلغ الدين كله ألا ما بلغه يقول لك بلغوا كله ألا ما بلغه يقول لك بلغ الدين كله ألا ما بلغه لو قلت فعل مباطن معناها الرسول ما بلغ الدين كله ولو قلت بلغوا كله نقول لك جيب دليل على علم الباطن وما بتلق دليل أبدا من القرآن ولا السنة قال قالت رضي الله عنها ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري كان قاعد في زواج دخل على إمرأة سمن ربيع بنت معوذ صحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاه وكان عندها جواري يتغنين بما تقاولت الأنصار يوم بعث وده للحريم في العرس الحريم براهن يجيباً حاجة يسمى الدف ينشداً كلام ما فيه شرك ما فيه كلام فاحش والصف للمرأة من فوق ليتحد براهن كده ده بجوز ما فيه مشكلة عرفته؟ وحده يقول لك يا سلام بالله بجوز يعني؟ يعني نجيبه الدلمين والدلمين جارية بصلاعته دي أنت ما فاهمه اللجنو الجارية العلماء قاله هي البنت التي لم تبلغ الحلم يعني بيت صغيرة ما بلغت دي سيمة جارية لكن تجيب لي فنانة أولاد أكبر من السماعة بتاعت المكرفون تقول لي دي جارية فدي ما جارية الشاهد من الكلام إنه قاعد تقول وتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام قالت وفينا رسول الله تذكر من صفاته السمحة لغاية ما قالت وفينا رسول يعلم ما في غد بعرف البكرة فيش نزاته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليها قولي بما كنت تقولين قبيلك كلامك دا كويس لكن كلامك الهس دا غلط فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله أمثلة كثيرة في البخاري القصة بتاعت التيمم الناس ما كلهم عارفين التيمم التيمم دا شرع كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر والموية المعاهم انتهت ونزلوا محل في السفر نزلوا الناس زمن داك بيركبوا في الجمال كده وفي عقد لعائشة رضي الله عنها انقطع كان قاعد تحت البعير والرسول عليه الصلاة والسلام قام حبس الناس قال لهم فتشوا العقد يعني السلسل يعني قال لهم فتشوا وجيبوه فتشوا مالقه لغاية ما جاء وقت الصلاة مالقه موية النبي صلى الله عليه وسلم رسل علي ابن أبي طالبه معه صحابي تاني عشان يفتشوا موية جاء راجعين مالقه موية فربنا بعد ذاك رأفة بالأمة نزل آية التيمم دا السبب حقها نزلت آية التيمم عرفته؟ بعد نزلت آية التيمم لما انجوم الشين جنعوا من العقد قاموا قواموا الناقة لما انقواموا الناقة لقوا السلسل اللي قاعد تحت العقد شوف رحمة الله مرقوا برخصة من الله وهي التيمم لمن لم يجد الماء أو وجد الماء وما قدر يستعملوا عرفته؟ ومرقوا بإنهم لقوا العقد طيب السؤال يا أخواننا في القصة دي في القصة دي النبي عليه الصلاة والسلام ولي ولا ما ولي سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها ولي ولا ما ولي أسي جماعتك ما عندهم ولي مر والله يقول لك رجال كلهم يا ذول عائشة رضي الله عنها ولي أبو بكر الصديق كان قاعد في السفرة دي ولي ولا ما ولي أكبر ولي في الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب قاعد ولي ولا ما ولي ولي وسيد بن حضير قاعد ولي كل الصحابة القاعدين تتأولياء ليه ما عرفوا مكان السلسل لأنهم ما بيعلموا الغب كلام ده قاعد في الكتب ودهك تلقى وصوفي بيقرر الناس في التيمم ويضرب وبيعلمهم غلط ذاته فيمتى وكده ويديهم القصة دي وبعد ده يقول لهم طبعا هم بالتاري بيجيب الرائحة يا هزول عائشة أنت ما وريتنا قصة التيمم أنت ما فاهموا اللجنو كلام عجيب ولذلك يا أخوانا ما تعتقد أنه غير ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الغب وكضاب ساكت ما بيعلم الغب طيب الليلة أنت لو بتعلم الغب البلد دي جاي أشنو ورينا مش أنت بتعلم الغب هاي هنا في ناس كتلوا ناس وفي ناس عملوا مشاكل وفي ناس سرقوا حق ناس وفي ناس اعتدوا على عراض ناس وناس الشرطة ما قادرين يجيبوه إحنا نقوم نجيب أم بالتاري ده نقول ليه وينوه أمرق لينا الزول المجرم ده ما أنت بتعلم الغب ولا تكون كضاب مجرم ما مفروض الناس يسمعوا عليك عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أم بالتاري خلي أنا ذاتي كمسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى والله أخواننا دي أحاديث ده لا كلام وهابية ولا كلام جماعة لو كان كلام جماعة والله نجدع الحمام ذاته والله لكن ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو أصدق أصدق من قال من بني آدم عليه الصلاة وسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا ديهم بتاري ذاته فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم شوف الكلام ده كيف خلنا ده ما كلامنا نحن وقال من أتى كاهنا أو عرافا ما صدقوا فسأله بس بس سأله بس سأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما هو لابد يصلي لكن حتى لو صلى ربنا صلاة ما بيقبله أخوانا ده ما كلامنا نحن عشان يا أخوانا الزول يوم القيامة ما يلاقي الله ويلقى إنه ما عنده أي أعمال ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو هباء منثورة ربنا ما قال هم بتعنبانقوا ما قاعدين لا 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 بيصلي ويزكي ويكرم الضيف رفته ويصل الأرحام ويبير والدينه ويساعد المحتاج بيعمل أعمال كويسة لكن بعد ده كل ربنا أعماله دي بيجعل له هوا ساكد ما فيه أي حاجة وبعدين يوم القيامة الفكيه الورط ده يوم القيامة بيزغ منك لأنه في ناس بيقول لك خليك معنا نحن الطريقة الفلانية خليك معنا يوم الغيامة إن شاء الله كلنا بنخش الجنة سوا هنرجع للغران نشوف الكلام ده صح ولا غلط أفتح صورة إبراهيم ربنا عز وجل قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء دي لالحيران طبعا الدراويش للذين استكبروا وصحيح والله استكبروا يا أخواحد تلقاه الجماعة يبوسوا في يده الراجل شنباته زيتر باس السجين يمشي بروكلة للراجل زيه الراجل زيت يقول لك ونحن الرجال بعد شوية لما نيجي ليش ده تلقى يبروكلةه ويجدع في النعلات ويدلقلةه ويدهنس يا زول انت ما سيعمل فوقه راجل تبروكلة الشيخ مالك راجل عنده عينين زيك وعنده إضنين زيك وبمشي الحمام زيك وبجي ويسهال ستة يوم زيك تبروكلةه وليه تبروكلةه وليه ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء يا أخا نحنا كنا في الدنيا معاك أخا نحنا كنا معاك وشنا الطريق والورد شغالينه شغالين جري الجد كويس سار الليل للقرضة قرش لا لوب وفرش قال دي ما دي ما تحقر اسمه الحبوب اسمه الأغبش هل الرسول أغبش؟ أغبشان إحنا يا أخا ما الرسول؟ رفتا؟ كهربت العالية بتحرك تش ده الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخوة النادوان مديح يقول لك حسان بن ثابت مدح حسان بن ثابت مدح بكلام سمح قال ليداك المشرك لما نقام نبذ الرسول بالشعر قام رد عليه حسان قال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فإما تعرضوا عننا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء كلام سمح لكن يجيك واحد يقول لك أم أميما فيما يميت ده جمعتنا هنا يقول لك يا سلام ده مديح يا دولة كده إنت مطغل شكل النقزة والموسيغة أسمع الكلام أؤك أكيكا في كيكين أؤس أسيسا في سيسي الحجو حجوه أنا لي في زيارته هو القمري تعجعجوه يا رسول الله شوه هذا شنو أسي انت فاهم حاجة واحد يقول لك صلي على هو إنت بصلي على القمري ولا على حجوه إنت بصلي على منه أزولي يا أخوان يبقى عنده عقل يا ميز صح في مديح صح لكن في مديح شرك بالله عز وجل يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد ده البرعي قال كده قال إنا بخض في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل أنا إحنا ما نبزناه هو خليه صالح ما صالح ده بينه بين الله هو ما تناديه لأنه الله قال كده ربنا قال وأن المساجد لمنه لله فلا تدعو مع الله شنوه أحده ده كلامنا نحنا ولا كلام الله في صورة الجن وبتلقى الناس كانت بينا في الجامعة فقط عرفتها؟ أهي قادة أهي شغلها دي المتحة عشان في ذلك يقول لك لن نازل بيكذبوا يسمع الكلام ده نوقف نوقف خليها لو ما ظهر خليها لو ما هنا خليها موجودة يعني موجودة ما في مشكلة الزولة الدائرة يشيل من أخونا الشيخ أحمد عباس عرفتها؟ فالزولة أخواننا خلاصة كلامنا إنه نحن دارين نربط الناس بي الله والله لا دارين لناس دنيا ولا جايين حزبي وحزبك وخش معانا ودين صوتك وانتخابات لكل كلام فارغ ساكن ولا تبقى مع حزب ولا مع جماعة ولا مع طريقة ربنا عز وجل قال خلينا أتم ملك الآية ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محص لما يخشوا جهنم والضعف يقولوا أن إحنا كنا تبعكم أمرقون من النار يقول لهم هوي نحن ما عندنا طريقة نمرقكم وأنا لو عندي طريقة أمرق ما كان ملكتا ده جو جهنم قال لك لو صبرت على العذاب ولو بقيت تجرس أن إحنا ما عندنا طريقة نمرق من جهنم ربنا قال وقال الشيطان شوف القرآن ده كشف لك حتى أحوال الآخرة والله ما خلى لك حاجة ربنا عز وجل قال وقال الشيطان لما قضي الأمر العلماء قالوا دي خطبة إبليس جو جهنم والعياذ بالله أسيت في الدنيا بتمشي الجامع بدري وتستحمى وتغتسل وتتريح وتلف عمتك وتمشي تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وتنتظر الخطيب يديك آيات وحاديث وكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام دار تستمتع بالخطبة وتزيد إيمانياتك وتشتاك كده وتسمع كلام الجنة والنار والخير والشر والحلال والحرام دال خطيب في النار شيخ ما الكبير إبليس ده كلام القرآن ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني أهل الجنة خشوا الجنة وأهل النار خشوا النار لما قضي الأمر إن الله الله وعدكم وعد الحق لأنه الله قال هناك في سورة ياسين أزولي أخواننا يقرأ الغران في واحد تلقاو اسمع المديحي بكي تقرأ على الغران كله في أضانه ولا كأنه بتقول في حاجة أقرأ الغران ربنا قال في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم شنو عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني خلق كثير أفلم تكونوا تعقلون فهنا الشيطان بيقول شنو قالهم إن الله بعدين إبليس عارف الجهنم ديل ما بيفهمه ما الله قال كده في سورة الملك وقالوا ديل ناس النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ما بيفهم شان كده لخليه قعد جوا الشيطان عارف القاعدين ديل دلاليك بولده لأنه لو ما بليد ما بخليه كلام الله القرآن السمح الواضح ويمشي يتبع عليه وكلام زول ما معروف رأسه من قهره والله والله يتورط قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما حصل جريت زول ماشي الجامع جريته وديته يمشي يلعب ما في زول دائر ما دائر يمشي لهم بالتاري أنا دفرته لغاية حصل حصل شفت لك الشيطان جري لزول للمعصية ما حصل بس بيقول لك أسمع عمشي عمشي يمكن يكون صح أسمع ألبس حجاب سوي أزني أسري كده وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني ما بمركم من النار وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شوف الورطة دي كيف بعد ذاك ربنا بيجيبهم لجهنم يجو خاشين على النار ربنا قال ولو ترى والعياذ بالله إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا بيقول جرسوا يا ريد وما بتنفعك يا ريد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد نرجع للدنيا أهم لك عندك بيت دار تتم عندك بهايم دار تشتري عندك زول دار تحاكم دار تسوجن فقالوا يا ليتنا نرد ونعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ربنا أصدق القائلين قال بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بعد ما يخش جهنم بعد ذلك بيدعو الملائكة وبرضو شرك جوا جهنم ما داري خلي الشرك وجوا جهنم ما داري خلي الشرك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ومشرك وكسلان مشرك وكسلان قال وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا نصيبا من النار يوما من العذاب قالوا ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لغاية ما ربنا قالوا ونادوا لما انقنعوا التاب ربنا قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك خلي ربنا دا يقضي علينا ينتهي مننا لأنه عذاب شديد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب ونادوا يا مالك جوا جهنم ليقضي علينا ربك قال العلماء فيرد عليهم مالك بعد أربعين سنة بيشنو يتخيل نادوا هسي انتظروا أربعين سنة قال ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لشان كذي يا أخواننا نصيحتنا للناس إنه زول يا أخواننا يمسك في القرآن والسنة ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويحافظ على فريضه ولو زول الداك آية صحيحة أسمع كلامه ولو كان الكلام يا أخواننا حار وكلام بيزعي لك لكن ده الخير ليك الدكتور لما يبقى نجيط العوارة بتاعتك دي بحكة لما انت كوب الدم ويصهر العظم أبيض بعد ذلك بيقوم بيجيهك تمام إن شاء الله يسبوع بتقوم لكن لو دكتور مجرم بيقول لك لا لا ما في حاجة يا أخي انت ازايك مني أخي انت نصيح يا أخي ما في حاجة يلفها لك كده وياكل قروشك وتفوت بعد يومين يقول لك قرقرة العظم أقطعوا الكراع وموضوع طويل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أضالة المسلمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وتتواصل الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى